الأقصى بحاجة لنا والقدس بحاجة لنا ولكافة الجهود الرسمية والشعبية والوطنية من أجل الحفاظ على القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمحافظة على الوجود الفلسطيني في القدس ضد كل محاولات حكومة نتنياهو من عزل القدس عن محيطها وعزل القدس بشكل أساسي عن جوهرها في المسألة الفلسطينية نحن نقول أن هذه الزيارة جاءت بمثابة تأكيد لطبيعة الرسالة الفلسطينية الرسالة الوطنية الفلسطينية لا دولة فلسطينية بدون القدس وكل من يحاول بشكل أو بآخر أن يعزل القدس عن المشروع الوطني الفلسطيني هو مخطئ تماما سواء كان في الطرف الإسرائيلي بشكل واضح بأجنيحته المختلفة وحتى في المؤسسة السياسية الإسرائيلية برمتها القدس الشرقية القدس موجودة بالكيان الفلسطيني في قلب جوهر الكيان الفلسطيني بمنظوماته المختلفة وفي قلب الدولة الفلسطينية إذن اليوم كانت الزيارة هي رسالة بالغة الأهمية وبالمناسبة من المهم القول أن هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله للمدينة المقدسة وللقدس العاصمة الفلسطينية لدولتنا الفلسطينية كانت الزيارة الأولى عندما تم تشكيل الحكومة السابقة برئيس الدكتور رامي الحمد لله وكان أيضا في زيارة إلى القدس وهذه تأتي الزيارة الثانية نحن نطالب بشكل واضح الجميع سواء كان الأشقاء العرب والدول العربية والإسلامية بإلاء العناية الكاملة للقدس بكافة مؤسساتها المجتمعية والدينية وأيضا الاجتماعية والاقتصادية المسيحية والإسلامية لأن القدس هي جوهر المسألة كذلك نطالب المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته المختلفة بالنظر بعين الاهتمام إلى طبيعة الاستيطان الإسرائيلي وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في القدس هذه المسألة لا يمكن بأي شكل من الأشكال السكوت عليها ونحن من جهتنا في حالة اتصال دائم مع كافة المنظمات الدولية ومع كافة الجهات الفاعلة في السياسة الدولية من أجل الحفاظ على القدس وأيضا من أجل الحفاظ على الوجود الفلسطيني في القدس يبقى نقطة مهمة جدا وللتأكيد على عمق هذه الرسالة الوطنية التي توليها الحكومة كل اهتمام في سياق دعم صمود أهلنا في المدينة المقدسة في العاصمة القدس هي أيضا أن رئيس الوزراء أيضا قم بزيارة كنيسة سانت آن في باب الأصباط بعد زيارته للمسجد الأقصى وهو أيضا دليل إضافي على توحيد الوحدة الفلسطينية الحقيقية الإسلامية والمسيحية في ذلكل محاولات بأي شكل من الأشكال تمس الهوية الفلسطينية لهذه المدينة وتمس الهوية الفلسطينية العربية لواقع المدينة المدينة نعم طيب دكتور الهابياني ربما يتحتم عليكم العمل بواتير أسرع وأقوى على مختلف الجبهات الدولية سيما هو أن إسرائيل تعلن عن عطاءات بناء واحدات استيطانية نتنياهو شخصيا يتحدث عن بناء في المستوطرات وبصراحة هذا ليس صفعة للفلسطينيين أو لعمل الفلسطيني وإنما هو بصراحة أن نتنياهو يدير ظهره للعالم بأسره ولا يلتفت لمطالبات وقف الاستيطان أو حتى تجميده أو استيناف عميد السلام إذن هي حرب مفتوحة من قبل إسرائيل عليناك فلسطينيين ونحن في المقابل نقول أننا لا ندخل أي جهد على المستوى القانوني والمستوى السياسي والمستوى الدولي في مواجهة هذه الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية على كل المستويات نحن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقف مكتوفية لأيدي إزاء هذه القضايا المستمرة والتي تنتهج حكومة نتنياهو ولكن نقول نحن الذين نمارس بشكل واضح هذه الحماية لشعبنا في القدس من خلال الاتصال مع كافة مؤسسات المجتمع المدني قضية القدس نعم في جوهرها هي قضية فلسطينية ولكن بعموميتها هي قضية وطنية قضية عربية وقضية إنسانية وبالتالي هناك شراكة حقيقية ما بين فلسطين والمجتمع الدولي بنظر إلى قضية القدس وأيضا لمجمل قضايا الاستيطان في سائر المحافظات الاستيطان بحسب القانون الدولي هو جريمة حرب أن تنقل مجموعة سكنية على أرض المحتلة هذه تعد جريمة حرب وبالتالي ما يحدث في القدس الشرقية هو يندرج ضمن القانون الدولي هو جريمة حرب وبالتالي هذه المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي نحن نقول إذا كانت الدول الفاعلة في السياسة الدولية وبالتالي المجتمع الدولي جاد في ترسيخ حل الدولتين إذن المفتاح يبدأ من خلال مسألة واحدة إنهاء الاحتلال ثم إنهاء الاحتلال ثم إنهاء الاحتلال وبالتالي بدون أن يكون هناك أي آلية لإنهاء الاحتلال ضمن رؤية المجتمع الدولي ستبقى هذه القضايا عالقة وهي التي من خلالها تهدد حكومة نتنياهو بتفجير الأزمة نحن نقول نحن معنيون بشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي بالاستناد إلى الموثيق والمعاهدات الدولية فلسطين تتطلع لأن يكون لها دورها ولها ما لها وعليها ما عليها أسوة بكل دول العالم الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك نقول انطلاقا من هذا الوضع القانوني والسياسي على المستوى الدولي سنعزز من هذا الحضور في إطار السياسة التي تنتهج القيادة الفلسطينية من أجل ضمان وحماية أهلنا في القدس وفي سائر المحافظة ربما عقد جلسة طارئة في مجتمع وفكة لدعوة السيد الرئيس تحاصر إسرائيل أكثر فأكثر أمام المجتمع الدولي الذي هو ملزم بصراحة بدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته دون هذا الاستيطان بالتأكيد يعني هذه مسألة بالغة الأهمية نحن نقول أننا منذ نوفمبر وتشرين الثاني 2012 بحصولنا على مقعد في الأمم المتحدة وكدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه خطوة تأسيسية هي ليست خطوة رمزية هذه الخطوة فتحت الباب أمام فلسطين لكي تلعب دورا رئيسيا على صعيد المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية من أجل حماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهويد والاقتلاع وطمس الهوية الفلسطينية عندما تتحدث عن بؤر استيطانية وكتل استيطانية تصادق عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي فأنت تتحدث بالضبط كما أسلافت سابقا تتحدث عن تفتيت أوصال الوجود الفلسطيني على الأرض المحتلة وهذا ما لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم القبول به وهذا ما نفعل على كل المستوية الدولية والسياسية والقانونية من أجل أن نواجهها وأن نحمي شعبنا من سياسات الاحتلال واعتداءات الاحتلال علينا في اليوم أشكرك دكتور إيهاب سيسو المتحدث الرسمي بسم الحكومة شكرا جزيلا لكم